أسفرت النتاج الأولية من الاستحقاق الأخير لخارطة الطريقة عن فوز العديد من الشخصيات والفئات الشعبية المختلفة كما أظهرت المؤشرات الأولية عن كروك شخصيات عامة ونجوم برلمانية سابقة ودخول عدد من الشباب المستقل بالإضافة لقوائم وأحزاب كان لها نصيب الأسد في الانتخابات على رأسها قائمة في حب مصر وحزب المصريين الأحرار وحزب مستقبل الوطن الذي يعد حديث الساحة السياسية ولمزيد من التفاصيل معنا من المصر اليوم الأستاذة محمد غريب نائب رئيس قسم البرلمان بالمصري اليوم وكنا عايزين نستشفى من حضرتك ما هي آخر مستجدات العملية الانتخابية في مرحلة الإعادة كشفت المؤشرات الأولية لنتيجة جولة الإعادة في المرحلة الثانية في 13 محافظة عن تقدم الأحزاب في عدد المقاعد فجاء حزب المصريين الأخرار خاصلا على 65 مقعد يليه حزب مستقبل الوطن حوالي 50 ثم حزب الوف 24 مقعد وجاءت المفاجأة بحصول الأقباط على 36 مقعد منها 24 على القوائم و12 على المقاعد الفردية وهنا يجب أن نلفت نظر إلى النتائج التي ظهرت حتى الآن هي بدون إضافة أصوات المصريين في الخارج التي تحقق فريقا مع البعض وكشفت أيضا مؤشراتها عن تقدم عدد من الشخصات العامة وفوزها مثل دكتور تففيع كاشا الإعلامي ومعتز الشازلي ناجي الدكتور كمال الشازلي وأزير شفو مجلس الشعب والشورى السابق ومحمد المسعود رجل الأعمال في بولاء ومحمد أبو حامد في باب الشعرية وأيضا محمد أنور السادات السياسي ورئيس حزب الإصلاح والتنمية بدير التلف المنفية وعدد آخر من الشخصيات العامة بعدد من الدوائل يمكن دكتور نوها الأسماء الذكرت يعني بتخليني أرجع لك بالسؤال تعليقك على المرحلة الأولى والتانية وإزاي تستشفي خرط الطريق الحقيقة أنه إحنا بنحقق الخطوة الثالثة من خارطة الطريق ودي مهمة جدا على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي لأنه دي بتظهر أنه فيه استقرار في مصر الانتخابات تمت بمراقبة دولية ومراقبة من المجتمع المدني وكمان تمت في حالة أمن واستقرار الحقيقة لم يذكر بعد نسبة النساء ودي تهمني إلى ما هي نسبة النساء في مجلس الشعب علينا أن ننتظر إلى الانتهاء تماما من ذلك وأتمنى أن يكون عندنا تمثيل نسائي مشرف في مجلس الشعب مجلس الشعب دوت عليه دور كبير هو هيراجع قوانين تفوق الربعمائة قانون تم إجازتهم في فترة الانتقالية الحقيقة كمان هو هيسن قوانين جديدة وده مهم وهيخص بيها قوانين الاستثمار فيه قوانين مختلفة زي قوانون الجمعيات الأهلية فيه أشياء كتير منتظرة المجلس دوت عليه دور رقابي مهم جدا وعليه دور في مساءلة الجهاز التنفيذي وإحنا عندنا برلمان دستور بيميل إلى النظام البرلماني وده بمعناه أنه مهم أنه البرلماني يكون قوي هنشوف أنه البرلمان في أول كم شهر من المتوقع أنه التكتلات إلى أن تتشكل التكتلات ويتم فيه قدرة على التواصل والوصول إلى قدرة على العمل بتمنى أن أشوف تدريب للبرلمانيين قبل ما يقعدوا على كرسي البرلمان ده مهم جدا عشان يقدروا يتحوروا ويقدروا يوصلوا إلى ما هو صالح لمصر بتمنى أن أشوف للبرلمانيين كمان قدرة أن هم يستعملوا مساعدين زي ما فيه في دول تانية بحيث أن هم يقدروا يلموا بالمواضيع المختلفة لأنه ما فيه فرد واحد يقدر يلم بيها فأتمنى أن أشوف برلمان قوي يقدر ياخد مصر لخطوات جديدة أكيد إن شاء الله